موسيقى السلام عليكم أخوتي ومرحبا بكم فيديو جديد في هذا الفيديو سنهضر لكم على أسس بناء عضلات أو أسس بناء الجسم أسس كمال الأجسام سنهضر بالتبطع لما هو الباور بيلدين ما هو الباور بيلدين الباور بيلدين هي واحد الكلمة التي تكون من جوج كلمات الكلمة الأولى هي باور والكلمة الثانية هي بيلدين باور مأخوذ من الباور ليفتين الباور ليفتين اللي كنعرفوه هي رياضة ديال رفع الأتقال ماشي رياضة ديال كمال الأجسام الهدف فيها هو أنك تحرك التقلي من واحد الباور أو من واحد النقطة A لواحد النقطة B وطريقة صحيحة أما في كمال الأجسام اللي مأخوذ منها كلمة ديال بيلدين اللي هي الكلمة كاملة البادي بيلدين كمال الأجسام فهنا الهدف هو أنك بناء كتلة عضلية أكبر يعني ما كيهمش تك تقول لي كتحرك شحال هو ولكن لي كيهم العضلات اللي عندك والتناسق العضالي والشكل الجمالي ديال الجسم ديالك في حين في الباور ليفتين الشكل الجمالي ما كيهمش المهم هو أنك مثلا في الحركة ديال الديدليفت أنك قدرتي تحرك في المنافسة قدرتي تهزز مثلا 100 كيلو 100 كيلو 300 كيلو 400 كيلو 500 كيلو ما عليناش هذا موضوع آخر مهم يعني اللي بغيت نوصل لكم هو أنهم كما الأجسام و رفع الأتقال هما بجوج هما رياضتان مختلفتان اللي كي يجتمعوا في نقطة ديال حمل الأتقال رياضتان مختلفتان من حيث التمارين اللي كي يدروها يعني في كل رياضة رقم واحد رقم جوج طريقة التمرين حتى هي كتختلف ففي الباور ليفتين عدنا عدنا ثلاثة ديال تمارين مهمة اللي هي الديدليفت البنش بريس و قول لي انتم سكوات يعني هادوما الثلاثة ديال تمارين المهمة ثلاثة ديال تمارين اللي كتكون في المنافسات أما في كامل الأجسام ما عدناش تمارين محددة ولكن عدناش شكل جمالي كما قلت من قبل إذن في البروغرام ديال الناس اللي كيقوموا برياضة باور ليفتين فكيكونوا خلال الأسبوع ديالهم كيركزون ي catastقبل والترابي نحسب على ثلاثة ديال تمارين يعني في اليوم مثلا اللي كيدير اليوم ديال سكوات يوم ديال دادليفت يوم ديال البنش بريس يعني في اليوم ديالسكوات فما كيدير تشي حاجة أخرى من غير تمارين ديالسكوات ليقدر يدير تمانياد المجموعات عشرات المجموعات تناشع garment x15 مجموعة غي تمرين ديالسكوات و من بعد اللي كيسير السكوات كيدير تمارين مساعدة له كتعاون بأنه يحرك تيط أكتر قوم بتسليل أكثر في زجاجة التمرين ونفس الشيء يقوم به في البيتس ونفس الشيء يقوم بيه في في دادليفت ومن بعد ميلي كيسالي يقوم ببعض التمارين لمساعدة لتحسين الأعداء أو لا يتمكنه من أنه يهز أو لا يرفع تقل أكثر في زجاجة التمرين مثال بصير في البيتس كان استعمال صدري وكتافي الأماميين ولكن بالنسبة للستابيليتي خلال أداء التمرين فهي واحدة الحاجة اللي مهمة بزاف باش ما توقعش ليه إصابة وفي نفس الوقت باش تخليني نحرك تقل أكتر وفي هذا الرياضة ديالباورليفتين فإنك لقديتي تزميات قرام ٢٥٠ قرام أكتر فهذا راه إنجاز كبير وأنه شي حاجة اللي مهمة بزاف شي حاجة اللي ما تستخفش بها يعني كنديل البنش براس كنخدم كنخدم من بعد كنخدم تمارين ديال الكتف الخلفي حتش الكتف الخلفي كيساعد في الستابيليتي يعني فالحفاظ على التوازن ديالك خلال أداء التمرين وفي نفس الوقت كيحمي الكتف ديالك من الإصابة يعني التمرين مهم هذا غير الميطال بصعب تمارين ديال كمال أجسام ما كينش هد شي تمارين ديال كمال أجسام كين بروغرامات مختلفة كتيرة بزاف على حسب الهذف ديال الشخص ولحسب النوعية الجزم ديال الشخص ولحسب السن ديال الشخص ولحسب الزاف ديال الحواج ولكن أهم حاجة في هذا الشي كامل هو أنه مثلا فخلال يوم مثلا الصدر على حسب البروغرامي نفترض أن هذا الشخص هذا كيف فرق البروغرام دياله يوم الصدر يوم أكتاف يوم رجلين يوم ظهر يوم يدين يعني بيسبس كل واحد والبروغرام دياله كيف يفرقوا مثلا في يوم الصدر فهد الشخص كيمشي كيركز مثلا على تمرين واحد وكيديره 15 مره 15 مجموعة وعاد كيمشي يدير تمارين مساعدة ولكن كيدير التمارين اللي غتخليه أنه يتريني هدك العضلة من مختلف الزوايا حتى شهد الشي مهم بالنسبة للتناسق العضلة هذا الاختلاف الأول الاختلاف الثاني كيكون كما قلت حتى هو في طريقة ذي التمرين بحيث أنه بالنسبة الواحد كيدير كامل الأجسام فإنه كيدير مثلا في كل التمرين ما بين ثلاثة حتى ربعات المجموعات إلى كتر خمسة المجموعات في تمرين واحد وكركز على عدد العدات اللي هما ما بين ثمانية حتى العشرين عدة إلافات العشرين عدة كيوليف تمارين التحمل اللي هما الاندورنس وهذا الشي بالنسبة لكما الأجسام غير مهم ولكن اللي مهم هو أنه يدخل في الزون ديال يعني في البناء العضالي اللي هي كتكون ما بين ثمانية ديال العدات حتى العشرين عدة أما بالنسبة الناس اللي كيدلوا الـ Powerlifting فهنايا كيركزوا على عدد عدات قل من خمسة يعني من واحد حتى الخمسة ديال ما كيفوتوش خمسة ديال العدات فهنا جميع العداد 운� asking قوة عضلية زائد دخامة عضلية ما بغينش واحد العضلة اللي غي كتبان كبيرة وزوينة ولكن بغين واحد العضلة اللي تكون قوية إذن كيخسنا نجمعو ما بين هاتجوج ديال الحواج اللي مثلا أنا شخصيا شنو كندير كندير مثلا نهار ديال ديال ديدليفت نهار ديال سكوات ونهار ديال ديال بنش بريس وكندير فول باري ووركاوت فتمري الأول مثلا كندير سكوات خمسة ديال العدات في كل للراعج يعني في كل مجموعة خمسة ديل العدات من اللي كنسى لها ديال شك نمشي للتمارين صدار تمارين ديل الكتاب تمارين ديل هنجين تمارين خورا أو لتمارين واحد آخر ديل الرجلين في البنش بريس داي كنركز على عاوثان الابرون خمسة ديل العدات خمسة ديل المجموعات وكندير تمارين خورا بالنسبة تمارين خورا بينسوع إذن مختلفة ولكن كتكون الحياه بالنسبة للجسم ديالي كله واليوم الثالث كذلك وكنزيد يوم الرابع كندير فيه الكارديو حتىش الكارديو مهم بزاف البناء العضلي يعني بكل اختصار انا شرحت لكم الباور بيلدين في الباور بيلدين كنركزو على القوة وعلى الحجم العضلي في حين انه في الباور ليفتين كنركزو على القوة بوحدها وفي الباور بيلدين كنركزو على البناء او للشكل العضل ديال العضلة والحجم ديال العضلة وبحديته القوة ما كنتهمناش في حين انه مع العلم فيهم بجوج من يكندير سواء كندير الباور ليفتين سواء كندير الباور بيلدين كيكون فيهم بجوج بناء عضلات وبجوج بناء قوة غير هو في واحد كيكون بناء قوة اكتر من بناء العضلات وفلاخر العكس الصحيح حتى مشملكا كنتريني بواحد عدد العدت اللي هو قليل من الخمسة فهنا كندير سيموليشن للجهاز العصابي ديالي بحيث انني خسي نحرك ذاك تقولي هو كتير بزاف خسي نحركو خسي نهزو فحين انه في كمال الاجسام فانني ما كندير سيموليشن للجهاز العصابي بقدر من انني كندير سيموليشن للعضالة بنفسها والحاجة الثالثة واكتر حاجة اللي كيختلفوا فيها بالناس ديال الباور ليفتين مع الناس ديال البادي بيلدين بجوجهم كيكون الريسك ديال الاصابة كبير بينسيو كما كان في اي رياضة ولكن الريسك ديال الاصابة في الباور ليفتين كيكون اكتر من الريسك ديال الاصابة في الباور بيلدين بسبب الاتقال اللي كتكون كبيرة بزاف ولكن مع العلم هذا شيء ما يمكننا أن نتعرضه بدون تعرض للإصابات وهذا شيء ما يريدنا أن نرده لها البل بزاف ويقدر يكون الموضوع ديال الفيديو القادمي إن شاء الله ذاك شيء ما تنساوش تابنو وما تنساوش تديرو لايك و تسبسكرايب إن شاء الله